ايه هي الاستعدادات؟ خلوني ايه اقول لحضراتكم بعض التفاصيل لما احنا بنتكلم على 63 مليون مواطن للتصويت هو ده مش معناه ان 63 مليون مواطن نزلين لأ المسجل في جداول الانتخابات الذي يحق له المشاركة في الانتخابات 63 مليون مواطن نزل بقى مليون نزل 2 مليون نزل 3 مليون ده اللي حتقوله لنا الهيئة العامة الانتخابات بعد كده بعد الحصر بتاع النزول انما من اللي حق له الانتخابة في مصر 63 مليون مواطن طيب المحافظات دول 27 لجنة عامة اللي هما 27 محافظة داخل المحافظات دي تم تقسيمها الى ايه دول يضموا 14.092 لجنة فرعية 14.092 لجنة فرعية على مستوى مصر النهاردة شغالين من 9 الصبح طبعا هما فتحوا الابواد 9 الصبح انما دول شغالين من الساعة سبعة وستة صباحا الناس اللي بتروحوا مين بقى موجود واقف 18.000 قاضي 18.000 قاضي موجودين في الـ 14.092 لجنة فرعية 18.000 قاضي موجودين لان دول القضاء الاساسيين والقضاء الاحتياطي في كل منطقة وفي كل لجنة عامة بيكون في مجموعة من القضاء الاحتياطي علشان ما تتعطلش لان لو القاضي مش موجود علشان يفتح لحضرتك السندوق ويعمل محضر فتح الانتخابات تأخر لاي سبب لسبب ما حصل له حاجة لازم يكون في قاضي احتياطي ينزل هو اللي يعمل المحضر ده ويشتغل مين اللي بيساعد القضاء عندهم 120.000 موظف 120.000 موظف موجودين في الـ 14.092 لجنة فرعية التصويت يستمر ويفتح الباب من الساعة التاسعة صباحا للتاسعة مساءا النهاردة في اول يوم انتخاب وغدا ايضا من تسعة الصبح لتسعة مساءا كويس ولكن عنده راحة واحدة من الساعة تلاتة الى الساعة اربعة الضغر من تلاتة لاربعة الضغر حبدأ طول الحلقة اديكم معلومات عن ماذا يحدث في الانتخابات وحديكم بقى كل محافظة بالزبط فيها مين وعدد المصوطين ايه وعدد المقاعد بتاعتهم ماشية ازاي عايز اقولكم اللجنة الوطنية للانتخابات جددت الموافقة لجهات دولية ومؤسسات اعلامية دولية ومحلية علشان تنزل تتابع هذه الانتخابات